مجمع الاندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم اسلامية تعلمنا في الدرس السابق مفهوم التعاون عبر الانترنت إيجابيات وتحديات التعاون عبر الانترنت إيجابيات وتحديات التعاون والتواصل المباشر مفهوم التعلم المستمر أو التعلم مدى الحياة متطلبات نجاح عملية التعلم المستمر أو التعلم مدى الحياة أهداف درس اليوم إن شاء الله في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن يذكر استخدامات برنامج OneNote يفتح برنامج OneNote ويميز مكونات واجهة برنامج OneNote وينشئ دفتر ملاحظات جديد باستخدام برنامج OneNote وأخيرا يعيد تسمية أقصام دفتر الملاحظات في برنامج OneNote ويضيف قسم جديد وأيضا يقوم بإعادة تسمية الصفحات وإضافة الصفحات والآن مع الهدف الأول وهو أن يذكر الطالب استخدامات برنامج OneNote برنامج OneNote هو عبارة عن مفكرة رقمية هو عبارة عن مفكرة رقمية نستخدمها لجمع الملاحظات والمعلومات وتمكننا من تسجيل أفكارنا وواجباتنا ويتيح لنا برنامج OneNote العمل باتصال أو بدون اتصال بشبكة الإنترنت حيث يمكننا العمل عليه بدون الاتصال بشبكة الإنترنت ونستطيع مزامنة هذا البرنامج على جميع أجل شهزتنا سواء كانت جهزة حسوب أو سمارت فونس باستخدام برنامج OneNote سنقوم بعمل مفكرة عن واحد قطر للعلم والتكنولوجيا والرحلات التي تمت ستكون عنوانا المفكرة بعنوان رحلات الإبداع للطلاب وستحتوي على عدة أقسام القسم الأول بها عنوانه 2018-2019 ويمكننا إنشاء ويمكننا إنشاء أكثر أكثر من قسم داخل نفس المفكرة نستطيع أيضا إنشاء صفحات فرعية من الصفحات الرئيسية الصفحات الرئيسية وادي السيليكون وأوروبا الأكديمية العربية التدريب الصيفي ابتكار قطر هذه هي الصفحات الرئيسية يمكننا أيضا إضافة صفحات آآ فرعية من الصفحات الرئيسية مثل صفحة التواريخ البرنامج الصفحة الفرعية الهدف الثاني أن يفتح طالب برنامج OneNote ولفتح برنامج OneNote الهدف الثاني أن يفتح الطالب برنامج OneNote آآ اضغط على زر ويندوز ابدأ ثم مرر الشريط الجانبي وصولا إلى التطبيقات بالأسفل ثم اضغط OneNote من صفحة تسجيل الدخول اكتب حساب بريدك الالكتروني مع كلمة المرور كما نرى ثم نقوم بالضغط على sign in تسجيل الدخول إذن يتطلب آآ الدخول أو فتح برنامج OneNote أن يكون لديك آآ بريد إلكتروني سواء كان حساب آآ طالب أو حساب معلم أو حساب على آآ هوت ميل ثم تقوم بكتابة الباسورد ثم تقوم بعمل sign in إذا نعزيز الطالب لفتح برنامج OneNote نضغط على start ثم ننتقل الى حرف الأو نضغط على OneNote سيفتح لنا برنامج OneNote كما نرى في هذا الشكل الهدف الثالث ان يميز الطالب مكونات واجهة برنامج OneNote حيث تحتوي واجهة برنامج OneNote على آآ بلاس نوتبوك لنا من هنا اضافة آآ نوتبوك جديد دفتر ملاحظات جديد وهنا يظهر اسم آآ دفتر الملاحظات الذي كنت بانشاؤه لإضافة قسم نضغط على plus section ولا إضافة صفحة نضغط على plus page وهنا يمكننا كتابة محتويات الصفحة وتنصيقها من هذا الشريط الهدف الرابع وهو أن ينشئ الطالب دفتر ملاحظات جديد باستخدام برنامج OneNote في الجزء السفلي من النفذة التي أمامك اضغط على زر plus notebook من هنا كما نرى plus notebook وأدخل اسما لدفتر الملاحظات الجديد بعد أن تكون بالضغط على plus notebook آآ سيطلب منك كتابة اسم لدفتر الملاحظات ثم نضغط على create notebook انشاء دفتر ملاحظات الهدف الخامس عزيز الطالب أن يعيد الطالب تسمية أقسام دفتر الملاحظات في برنامج OneNote ولإعادة تسمية أقسام دفتر الملاحظات نضغط بزر الفقرة الأيمن على علامة التويب section القسم الذي تريد إعادة تسميته ونختار rename section يبقى بالزر الأيمن للفقرة ثم نختار rename section في مثلنا هذا القسم 2018 2019 إذا ضغطنا click mean بزر الفقرة الأيمن وضغطنا على rename section يمكننا أن نقوم بإعادة تسمية هذا القسم لإضافة قسم جديد نضغط على plus section ثم نقوم بتسميته 2018 2019 2019 ثم نضغط على enter بالتالي قمنا بإنشاء قسم جديد ولحذف قسم right click ثم delete section right click delete section ولإضافة قسم جديد add section ثم نكتب 2019 2020 ولإضافة صفحات داخل هذا السكشن نقوم بالضغط على add page ثم نقوم بتغيير الصفحات إذا قمنا بإنشاء خمس صفحات كما في النموذج السابق نضغط add page خمس مرات كما نرى لدينا خمس صفحات يمكننا الآن أن نقوم بتغيير اسم الصفحة بالضغط بالزر الأيمن للفقرة right click ثم نقوم بالضغط على rename page ونقوم بتغيير اسم الصفحة إلى كتابة اسم الصفحة وهي تسيلكون والضغط enter الصفحة التالية right click rename page ونكتب اوروبا الصفحة الثالثة right click rename page ونكتب الأكاديمية العربية الصفحة الرابعة right click rename page ونكتب التدريب الصيفي والصفحة الخامسة هو يمكننا الوقوف مباشرة على اسم الصفحة وكتابة اتكار قطر وبذلك نكون قد آآ اضفنا وبذلك نكون قد اضفنا آآ اقسام وداخل كل قسم يمكننا ان نقوم باضافة العديد من الصفحات وهنا يمكننا ان نقوم بكتابة آآ النص في كل صفحة واضافة الملاحظات الخاصة بنا في كل صفحة وكما نلاحظ تحت اسم الصفحة آآ يوجد لدينا التاريخ آآ واليوم والوقت آآ وهنا اذا اردنا ان نكتب وادي السيليكون او اي نص نريد كتابته يمكننا الان ان نقوم بتنسيقه بتحديده ثم من هنا نقوم بتغيير حجم الخط ومن هنا نتغيير نوع الخط الفونت ومن هنا نجعل الخط بولت او ايداليك او اندر لاين او نقوم بتغيير لون الخط كما نرى وتكون هذه ملاحظة يمكننا ان نقوم بتحركها في المكان الذي نريد كما يمكننا من نسخ هذه الملاحظة بالضغط ثم copy ثم right click paste قمنا بنسخ الملاحظة وبتنسيقها ثم نقوم بحذفها بالضغط على دليد اذا اردنا حذفها او اذا ايضا يمكننا ان نقوم بنسخ هذه الملاحظة واضافتها في صفحة اخرى اذا يمكنك ان تقوم بكتابة ملاحظة ونسخها الى صفحة اخرى او الى اضافة او الى قسم اخر عن طريق اضافتها الى الصفحات الخاصة بهذا القسم التدريبات التدريب الاول الزر المستخدم لاضافة دفتر ملاحظات جديد في برنامج one note هل هو plus page او plus section او plus notebook او share اضافة دفتر ملاحظات اذا يكون تكون الاجابة plus notebook التدريب الثاني الزر المستخدم لاضافة قسم جديد في برنامج one note لاضافة قسم جديد في برنامج one note نقوم بالضغط على plus section ولاضافة صفحة جديدة نقوم بالضغط على plus page الزر المستخدم لاعادة تسمية قسم جديد في دفتر ملاحظات باستخدام برنامج one note اعادة تسمية rename اذا الاجابة هنا rename ولكن اعادة تسمية قسم غير اعادة تسمية صفحة اعادة تسمية قسم rename section اما اعادة تسمية الصفحة rename page عزيز الطالب تعلمنا في هذا الدرس استخدامات برنامج one note فتح برنامج one note مكونات واجهة برنامج one note وانشاء دفتر ملاحظات جديد باستخدام برنامج one note واعادة تسمية اقسم دفتر الملاحظات في برنامج one note و الى هنا عزيز الطلاب نكون قد انتهينا من الجزء الثاني من درس كتابة ومشارقة الملاحظات و الى ان القاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته